إذن أكثر من ستين سينيغاليين غرقوا بعد انقلاب قاربهم مثل هذا الخبر المريع لا يبدو أنه يثني عزيمة الشباب اليائس ويردع رغبتهم في الوصول إلى أوروبا فهؤلاء دائما ما تتغذى أحلامهم على حكايات من وصلوا إلى أوروبا ووجدوا ضالتهم المفقودة عادة ما يسلك المهاجرون من السينيغال أو من إفريقيا جنوب الصحراء طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي من ساحل غرب إفريقيا إلى جزر الكناري وبالرغم من أنه أكثر الطرق إزهاقا للأرواح في العالم لكنه في الصيف يشهد نشاطا ملحوظا من المهاجرين مستفيدين من حالة البحر المستقرة في هذا الفصل ولدى المهاجرين غير النظامين مسالك هجرة سرية متنوعة خير أنهم يفضلون هذا الطريق رغم مخاطره عن المسار المألوف عبر البحر الأبيض المتوسط وللوصول إلى أوروبا عبر هذا المسار يقع على هؤلاء المهاجرين المجازفة في قوارب متهالكة وعادة ما تكون غير صالحة للإبحار ومحملة بأعداد تفوق طاقتها هنا قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الممرات الآمنة للهجرة غير متوفرة بشكل كبير وهما يفسح المجال لتجارة البشر أو لتجار البشر لإرسال الناس في هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر وأحصت المنظمة فقدان أكثر من 120 شخصاً في الأشهر الستة الأولى من هذا العام وغرق ما لا يقل عن 15 شخصاً أواخر شهر الماضي وبحسب السلطات الإسبانية فقد وصل أكثر من 7000 شخص على متن 150 قارباً إلى جزر الكناري قادمين من غرب إفريقيا في النصف الأول من العام الجاري لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس الدنبهات اشتركوا في القناة